أنا النهاردة هكلمكم على الأمثال الشعبية مش الأمثال كلها بس نتكلم على الأمثال الشعبية اللي دايماً لها سحرها وإحنا كمصريين من زمان قوي وكلنا بنستخدم الأمثال الشعبية ديء في حياتنا اليومية زي مثلاً لما تبقى وايه في مواحي صاحبك فتلايب يقولك إيه يا عم؟ وانت عرفك بطحة ولا إيه؟ هو ده بالزبط اللي إحنا هنتكلم عليه المثل هنقول أصل مثل اللي على رأسه ريشة أصله أو قصته إن كان فيه راجل عنده عشة فراخ وفرخم الفراخ بتاعته اتسرقت فراح لحكيم القرية بتاعته واشتكي وقال له أنا الفرخة بتاعتي وأنا عايز أعرف مين السارق ده وإن الفرخة بتاعتي ترجع لي تاني فراح حكيم القرية جمع الناس كلها أو جمع أهل القرية كلهم وقال لهم دلوقتي في واحد من أهل القرية فرخم الفراخ بتاعته تسرقت وأنا عارف السارق ده ولو هو ما اعترفش أنا هفضحه قدام الناس دي كلها فبتدت الناس كده تتكلم عايزين يعرفوا مين السرده فبتدت كل واحد يقول كلمة أو يسأل سؤال طب انت عارف السرده يقول لهم اه طب هو موجود بنا يقول لهم اه فواحد من أهل الكارية رح قال له طب قل لنا علامة فيه قال لهم على راسه ريشة لأنه هو طالع من العشة اتعلقت على راسه ريشة فتلقائي كده السرد حطت ايده على راسه طبعا متخيل انه هو على راسه ريشة وحب مساعتها الناس كلها وكل اهل الكارية عارفوا انه هو ده الحرامي او هو ده اللي سرع الفرخة ومن ساعتها بقى وبقينا كلنا بنقول المثل ده او بنقوله على اي حد بياخد الكلام على نفسه انا كده خلصت اصل المثل ده استنوني لسه في حلقات تانية وفيديو تانية على امثال تانية بس خليني اقول لكم اننا كنت عاملة على الانستجرام بتاعي كنت قيلة اننا دورنج رمضان 2020 ان شاء الله هكون عاملة انه فيه تلات امثال وكل واحد هيقول لي اصل المثل صح هياخد دسكاونت او 10% دسكاونت من بيتي وهعلن عنها على الشانل بتاعتي هنا فيه ناس جوبة المثل ده صح وبعتتلي اصل المثل ده صح وكنت قايلة ان اول واحد هيبعتلي اصل المثل صح هو اللي هياخد الهدية خليني بس اقول مين اللي واخد او مين الوينر طيب الوينر اللي كذبت 10% دسكاونت من بيتي هي مينة احمد فمينة بليز داريك ميسج مي على الانستجرام علشان تعرفي البروسيس هيمشي زاي علشان تاخذي الجفت بتاعتك وبرضو علشان ابقى فار شوية في بيتر شنودة بيتر انت بعتلي فرق ثواني بينك وبين مينة علشان كده في مسل تاني انا هاعلن عليه على الانستجرام فا جو تشك ماي انستجرام واللي انا هقوله عليه مش هخليه باول واحد يبعتلي هو اللي هيكون الوينر كلكو يبعتولي عشان كلكو يبعندوكو الشانس وانا هبك حد فيكو راندم لي كده هو اللي هيبقى كسب 10% من بيتي راستران اشتركوا في القناة